موسيقى يجب أن نتعد من أجل تقسيم الإقليم هذا هو المطلب المطلب على عمل المنتدى في أفري 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 يجب أن نقوم بإجابة 200 منطقة لبناء المنطقة يجب أن نحاول 200 منطقة وإنما وصلنا ان شاء الله من قوة وبما وصلنا الله سبحانه وتعالى لما طلب تقسيم طلبناه لاش كيف قلت رأى قلت لبعض الإخوان وكل شي احنا عددنا مشكلة سعود وثمانين جماعة في سالودانت جي هاتسوس ماسة كتتكون من عملتين وربعا دي الأقاليم عملتين وثلاثة دي الأقاليم كيدلوا سعود وثمانين جماعة بخلاف سالودانت بوحدة كتدل سعود وثمانين جماعة يعني كيف قلت نرى هل أشغالي نقول مدينة وحدة يعني في المقابل خمسة المدن أتحر عليها يجب المدن الأخرى يأتي للتالودانت بالنسبة ليس نحن بحاجة للتالودانت سبقسام للناس اللي غادي زوروا تالودانت وكيف زوروا الأقاليم ما هي تالودانت سنتر يطلعوا للجبال ويطلعوا واسميته لسعودوا التهمية كيف يعمل للمدنة والمدارس لا يوجد أدروا حيثا مني على الشوء أو مكانا ادروا على العيالات وقد أدروا على الدري مقصر وما أدركوا على الدري مقصر وقد أدركوا على الدري مقصر المهم نحن نحن نعطي إكرراءات وليس تنمية الخدمة غير الضرورات الحياة نحن واحدين معهم السوق كانت النوار من سنوار في السمالة من كي تحت تلج ومن كي تحت توضي واثد رمى عندك السوق يعني شي واحد مريض لي كل شي حاجة لقد ردد شي واد ولا شي حاجة لك انت دخلت الخطر دونك كنين اكرهات دونك من غير تقسيم اللي غدي جيب لنا يعني تقسيم غدي جيبنا لسميتو غدي جيبنا تنمية من ناحية تعليم غدي جيبنا من ناحية جهيز غدي جيب من ناحية الصحة تماما هاتش اللي كين هدا هو الهدف احنا اغلنا نضلع لي ان شاء الله بما اوتنا من القوة اعتقد بان هذه الخطوة اللي تحقت اليوم بتجديد الهياكل تعال جمعية المنتدسة العالية هي اجابة من الاجابات يعني واحدة من الاجابات اللي حاول العديد من الفاعلين المدنيين في هذه المنطقة يعني الاجابة بها على مجموعة من الاسئلة التي اصبحت اكتر الاحاحل خاصة بعد الكارثة الطبيعية لضربات المنطقة الاطس الكبير كله بما فيه ما يعني نسميه السوسة العالية هي اجابة من الاسئلة الكثيرة التي كانت تطرح لماذا تغيب تنمية في هذه المنطقة ولماذا لا تتحرك المؤشرات تحت تنمية عندما اشتغلنا نحن كفاعلين مدنيين سواء يعني كاطار منتدسة العالية او بشاركة مع الفاعلين المدنيين جمعيات تعاونيات كل من يشتغل بشكل مدني في هذه المنطقة وجدنا بان التقصير لا يكمن لا في السياسات العمومية ولا في التوجيهات الملكية ولا في مجهود سلطة المحلية وانما يكمن في صعوبة ولوج هذه المنطقة وصعوبة يعني تنزيل هذه السياسات العمومية باعتبار اننا رأينا بان المشكل يكمن اساسا وهذا ما اكدنا عليه ونؤكد عليه ان المشكل يكمن في صعوبة الهندسة الترابية التي يعني تشكل ملمح اقليم تارودان هذه الهندسة الترابية تعد الفريدة من نوعها على مستوى الاقاليم الموجودة في المغرب بعدد الجماعات الهائل الذي يصعب ادارتها اداريا لا من طرف العميل ولا من طرف الاجهزة الادارية الى غير ذلك فهذه القناة هي مصابة بالعطب لكي يتم تنزيل هذه السياسات العمومية في المنطقة من اجل رفع من مؤشرة التنمية اذا عندما اشتغلنا بهذا الشكل الجدي على هذه الاسئلة وجدنا انه يعني الترافع من اجل احداث التنمية في المنطقة ورفع مؤشرتها يقتضي منا اولا الترافع بشكل مؤقت على ملف مهم وهو احداث تغيير في الهندسة الترابية في المنطقة وباستحداث جماعة ترابية جديدة في سوس العالية وهي عملت اقليم سوس العالية هذه من بين الاشتغالات التي اشتغلنا عليها على الاسئلة التي تطرح واقعيا ووجدنا هذا الجواب وليس معناه انه الجواب الكلي والكامل ولكن هذا بالاضافة هو المحور لانه هو اساس تمرير مجموع من التوجيهات مجموعة من السياسات العمومية سواء من مؤسسات عمومية سواء من هيئات منتخبة المجلس الجواوي مجلس الاقليمي الى غير ذلك فوجدنا بان هذه التشكيلة التي شكلت عليها الهندسة الترابية في الاقليم منذ زمن بعيد ولم يطرح التغيير الذي طال مجموعة من الاقليم في المملكة مؤخرا منذ ما يزيد عن 13 سنة تشكل العائق الوحيد نحن الان نشتغل في المدى البعيد على رفع من مؤشرة الترمية في هذه المنطقة يعني بتوافق وبتشارك مع كل من يصيغ هذه السياسات العمومية سواء كان في الحكومة سواء كان مؤسسة عمومية سواء كانت مجالس منتخبة سواء كان رجال سلطة محلية نحن ندخل في تشارك من أجل تحقيق وجود هذه المؤشرات ومن أجل السعي على تحقيق ارتفاعها إذن منتدى السوس العالية هو من ناحية القانونية هو إطار قانوني يعني مشكل بالسيغة التي تشكل بها الجمعيات ومن الناحية المدنية يمكن أن نقول بأنه يتشكل جماعيا من الإرادة الجماعية لسكان هذه المنطقة من أجل توصيل رغبتهم في الحصول على ما يمكن حصوله من السياسات العمومية التي توجه ببرامج التنمية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر